هنا سنضع الأب كومبوننت التي سأريكم إياها بعد قليل طبعاً هذا Strict Mode للستريكت مود الخاص بجابوسكريبت لا مشكلة لم أتحدث عنه أبداً في دروسي لكن لا مشكلة دعونا نتجاهل المهم لدينا هنا الأب كومبوننت التي هي سأغلق كل هذا التي هي موجودة هنا فذا نلاحظوا هذا هي الأب كومبوننت فإذا ذهبت مرة أخرى إلى الأب أو ذهبت لأول مرة إلى الأب لأرى ما بداخلها فسأجد أن بأب كومبوننت يوجد هذه الأشياء المكتوبة هنا فإذا يوجد فيها اللوغو هذا هو اللوغو وأيضاً يوجد لدينا هذه الجملة وهذه الجملة ها هي فإذا الآن لاحظوا لدينا فنكشن هنا هذا الفنكشن يعيد لي شيء مثل HTML يعني هذا HTML تقريباً بالنسبة لنظريكم هو HTML لكن بداخل HTML لاحظوا يوجد لدينا مثلاً هذه الكيرلي بركتس هي لن نستخدمها بHTML فسنلاحظ أنه بداخل هنا الرندر عفواً بداخل الرترن هنا سيعود لي بشيء خليط ما بين جابا سكريبت وHTML وهذا اسمه JSX فعذا الكود اسمه JSX لكن هو يعني يمكن أن تعتبره مبدئياً هو HTML فيه جابا سكريبت وخلال التعلم سترون كيف يبدو ذلك فالآن لو أرد مثلاً أن أحدف هذا بكل بساطة يمكنني ذلك يمكنني أن أنشئ دف أخرى هنا وهنا أكتب مثلاً أنشئ بيريغراف تاج هنا ويمكنني أن أكتب هنا بداخله فإذن الآن لاحظوا ظهرت لي يمكنني أيضاً أن أضع هذا ضمن بهذا الشكل فإذن اللي تروها فإذن يمكنني مثلاً أن أضع هنا شيء آخر مثلاً فإذن أيضاً ستظهر لي فإذن يمكن أن أضع يمكن أن أضع أي شيء هنا بداخل هذا طيب فإذن يمكن أن أضع مكونات أخرى يعني يمكن أن أجرب هذه كلها هذه كلها وأضعها بملف خاص وثم أقوم بإمبورتينج للملف وأضع هنا هذه المكونات دعونا نجرب فسأقوم أنا ب هنا ليس هنا سأفتح تبويب جديد للترتيب وهنا هذا هو السورس أنا بالكلاينت سورس فإذا أردت سأنشأ مجلد جديد سأسميه components وبداخل هذا component سأقوم بإنشاء ملف سأسميه مثلاً hello وسأسميه بالطريقة by convention بالاتفاق نسميه أول حرف capital letter ويمكن أن أسميه dot js أنا أريد أن أسميه dot js x فإذن الآن أصبح لدي مجلد components وبداخل components يوجد hello js dot x فإذن الآن هنا سأقوم بفتح هذا component وهلو ها هو وأريد أن أضع بداخله هذا الشيء الموجود هنا فإذن بهذا الشكل فكيف أقوم بذلك فدعونا نقلد فإذن هنا يوجد هذا الشيء موجود هنا يمكن أن نقلد ونضعه هنا نفسه ونحدث هذا فإذن هذا هو بارعاً function اسمه up أنا لا أريد تسميته up أريد تسميته hello وهنا hello فإذن هذه يعني أن أجعل هذا الفنكشن قابل للتصديم من خلال export default hello وفقط فأنا فقط ماذا فعلت هنا بكل بساطة control انشاء ملف آخر وضعت فيه هذا الشيء الموجود هنا الآن أريد أن أجعل هذا المكتوب هنا طبعاً هنا سأضيف شيء آخر سأضيف h1 أخرى أكتب فيها hello from hello component فإذن على الشاشة ما زال يظهر لي الشيء الذي أنا مكتوب هنا الذي كتبته هنا فأريد أن أظهر الأشياء المكتوبة هنا كيف ذلك فبكل بساطة أكتب import import hello from أين هو الملف؟ الملف هو بموجود مجلد components hello وهنا بكل بساطة سأمسح هذا والآن أريد أن أجلب hello فبكل بساطة يمكن أن أكتب بهذه الطريقة هذه الـ component لاحظوا ظهرت ها هي فإذن hello from hello components يمكن أن أقوم بشيء آخر مثلاً هنا أنا أقوم بإضافة div هنا وهنا أقوم بإضافة hr يعني horizontal line ها هو وأنا أريد أن أضيف مثلاً hello مرة أخرى فيمكن أن أقوم بهذا الشكل فإذن الآن كررتها أكثر من مرة فإذن لاحظوا ستكرر أكثر من مرة بهذا الشكل فممتاز فإذن أنا يمكن أن أستخدم component أجلب component وأقوم بتعديلها فقط من هنا فقط من هنا أعدلها وأستخدمها في أي مكان أريد من التطبيق هذا يسهل علي كثيراً أيضاً hello هذا يمكن أن أكتبها بطريقة أخرى نكتب هكذا hello وثم أغلق بهذا الشكل فإذن نفس الشيء فإذن لو قمت بهذا عفوا هكذا والآن نفس الشيء لن يتغير فإذن نفس الشيء لن يتغير فإذن يمكن أن أكتب hello مرتين كأي hmail component أو يمكن أن أجعلها self closing يعني تغلق بنفسها بهذه الطريقة فإذن الآن أريد تعديل فقط هنا لا أريد كل كثير من الأشياء أن تكتب هنا فإذن فقط هكذا hello أو hello كتبناها بشكل خاطئ فإذن فقط hello وسأعود إلى هنا الأب وسأمسح هذا فإذن مرة واحدة فقط فإذن هذه hello أيضاً أريد أن أجلب الhello فعلياً أو جملة الhello التي تكون بالserver وليس hello هذا فكيف ذلك؟ كيف يمكنني أن أقوم بذلك فعلياً؟ فعلي أن أقوم بالباكيجز التي أنا قمت قبل قليل بالقيام بتثبيتها أنا أريد أن أجعلها تعمل فعلياً سأغلق كل شيء جيد فإذن مرة أخرى أينها؟ نحن الآن نحن بالsource client فأنا أريد أن أذهب لملف index.js فإذن هذا هو الملف الindex فإذن هذا الملف الindex هو الأساسي إذا أرد أن أطبق شيء ما باكيج ما أريد أن طبقه على كل السيستم كل الواجهة كل المشروع يعني فعلي أن أأتي إلى هذا الملف فمثلاً الذي يعرف react في السابق عندما قمنا بتطبيق react-router-dom بالتأكيد كان يمكن أن نطبقها في أي ملف لكن بالأساس إذا أردنا تطبيق react-router-dom كنا نأتي إلى هنا لنطبقها طبعاً إذا كنت لا تعرف عن هذا الموضوع لا مشكلة تجاهله نكمل الفكرة أن أي شيء نريد أن نطبقه على السيستم كل سنأتي إلى index حتى نطبق هذا الموضوع فأنا أريد بالنسبة للquery التي أريد أن أطلبها أطلبها من الواجهة الخلفية أو من backend فأنا أريد أن أستطيع أن أستخدمها في أي ملف من ملفات react وبالتالي سأتي إلى index حتى أطبقها فإذا بداية سنجلب client من apollo فإذا هنا سأكتب import وطبعاً from apollo at apollo client فإذا هذا هو المكان الذي قمنا بتثبيتها أيضاً أريد أن أجلب شيء من apollo client أريد أن أجلب شيء اسمه apollo provider وأريد أن أجلب أيضاً شيء اسمه in memory cache فإذا فقط فالآن أريد أن أقوم بإنشاء client هنا apollo client التي سيكون من apollo client من نفس الطريقة التي قمنا بإنشاء فيها apollo server instance من السيربر نريد إنشاء instance من apollo client فهذا الـ client الآن سأكتبه لكن قبل أن أكتبه يجب أن أحدد مثلاً ما هو الـ client ما هو الـ URL له فتتذكرون الـ URL كان 4000 graphql هذا هو الآن سأضيفه هنا لكن قبل ذلك أريد أن أحيط بشيء اسمه apollo provider حتى أجعل القوير التي أريد أن أدخلها في الملفات تعمل في كل مكان تعمل في كل الملفات فعلي أن أضيف هذا الـ provider وهنا يجب أن يأخذ option هنا أو property اسمه client التي ستكون لـ client الموجود في العام فقط لاحظوا مجرد أنني كتبت هذا سأحصل على خطأ وهذا هو الخطأ لاحظوا سيقول أن apollo client يجب أن يحدد له الكاش بالـ properties فبالتالي هنا يجب أن نضيف خاصية الكاش وهو قال لي ذلك يعني من خلال الـ errors فإذن الكاش سيكون هو عبارة عن instance من هذا in-memory cache in-memory cache فإذن الآن هل سيستمر الخطأ؟ لم يستمر الخطأ لكن فعلياً لا يوجد خطأ وكل شيء جيد لكن أنا لم أحدد الـ URL الذي أريد فعلياً الاستعلام منه فإذن الـ URL سأضعه بالـ URL URI بهذا الشكل وسيكون هو نفس الرابط الموجود هنا بهذا الشكل وأضع هنا فإذن الآن أصبح الموضوع معروف أين سأجلب لـ لكن لاحظوا الخطأ الذي ارتكبته أنا فعلياً قد بإنشاء أبولو والخطأ جاء من هنا وقال لي أن أقوم بإضافة كاش وأنا قمت بإضافة كاش لكن فعلياً أبولو بروفايدر هنا لاحظوا أنا ماذا كتبت؟ كتبتها ك-string هي ليست string فإذن هذا ليست string هي عبارة عن عبارة عن constant وبالتالي يجبع نكتبها بهذا الشكل ضمن two curly brackets فإذن الآن مرة أخرى سنحدث لنرى هل يوجد مشاكل فإذن لا يوجد مشاكل فإذن ممتاز فإذن الآن أنا فعلياً قمت بإضافة دعم أبولو كلاينت لتطبيقي برياكت الآن يمكنني أن أقوم بإنشاء إنشاء كويري من خلال أبولو كلاينت من خلال بواسطة أبولو كلاينت والآن سنرى كيف يعمل الموضوع